بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله نبي الأمين أما بعد يا أحباب مع الدرس الخامس عشر من مادة الدراسات الإسلامية للصف الثالث عن ابتداء قسم التوحيد الاستسقاء بالأنواء من عادات الجهلية واعتقاداتهم الباطلة المتعلقة بالنجوم والتي حذر منها الإسلام ونفى صحتها وبين أنها من الكفر والضلال الاستسقاء بالأنواء فما المراد بالاستسقاء بالأنواء هو طلب السقيا وهو الغيث والمطر استسقاء بن الماء طلب نزول المطر من النجوم أو نسبة المطر إليها إذا نزل وهل للأنواء يأثر في نزول المطر أو عدم أقول له لا يبقى لو أقل مع المراد بالاستسقاء والأنواءه طلب نزول المطر من النجوم أو نسبة المطر إليها إذا نزل وهل للأنواء أثر في نزول المطر وهذا ملع هنا التعريف الأنواء جمع نوع وهي النجم فالأنواء هي النجوم الاستسقاء طلب السقيا وهو الغيث والمطر معنى الاستسقاء بالأنواء طلب نزول المطر من النجوم أو نسبة المطر إليها إذا نزل وجوب نسبة النعم إلى الله تعالى وحده لا شريك له كل ما يتمتع به العباد من النعم فهي من الله تعالى وحده لا شريك له فلا أحد ينعم على العباد سواه فإنه بيده ملك كل شيء يعطي من يشاء ويمنع من يشاء قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون كل النعم من الله وإذا أصابنا أي ضر نرجع إلى الله ولهذا فإنه يجب على المسلم أن ينسب جميع النعم إلى الله تعالى ويحرم عليه أن ينسبها لأحد سواه قال الله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأماتوا فكون يعني الله عز وجل والخالق الرازق المنحم المدبر فلا خالق غيره ولا رازق غيره ومن ذلك إنزال المطر فالله هو الذي ينزله كيف شاء ومتى شاء وليس لأحد من خلقه التصرف في ذلك قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث يعني المطر إبطال الإسلام للاستسقاء بالنجوم وبيان أنه من أمر الجاهلية من الضلال المبين نسبة إنزال المطر إلى النجوم كما كان العرب يعتقدونه فقد كانت العرب تزعم أنه يكون مطر بعد سقوط النجم من جهة المغرب وطلوع رقيبه من جهة المشرق يعني لما يسقط في الغروب ويطلع من الشروق القرين بتاعه الرقيب بتاعه يقول لك كده إيه يبقى المطر هيجي وينسبونه إلى النجم الساقط اللي نزل ويقولون مطرنا بنوء كذا وقد جاءت الأدلة الشرعية بتحريم هذا القول والاعتقاد الفاسد والشنيع على أصحابه ولقد زم النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء بالأنواء مبينة أنه بقية من آثار الجاهلية التي كان عليها الناس قبل الإسلام ومن عاداتهم الباطلة فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية يعني هذه أفعال جاهلية لا يتركون هند مستمرين عليهم الفخر في الأحساب أي التشرب بالآباء والتعاظم بعد مناقبهم ومآثيرهم وفضائلهم والطعن في الأنساب يعني الوقوع فيها بالتنقص والعيب وقصد الزم والاستسقاء بالنجوم اللي هو بنتكلم عنه والنياحة رفع الصوت بالندب على الميت وإفراط رفعه بالبكاء يعني يرفع صوت عالي ويبكي وكذا ويصل إلى دراجة الصراخ يبقى الأربع من الأمر الجاهلية منهم الاستسقاء بالنجوم فهنا زم لنا من الجاهلية حكم نسبة نزول المطر إلى النجوم له قسمين نوعين نسبة نزول المطر إلى النجوم على نوعين قسمين الأول أني أعتقد أن النجوم هي التي تنزل المطر فينسب ذلك لها على أنها هي الفاعلة له أو يطلب من النجوم إنزال المطر يبقى يعتقد أن النجوم اللي بتنزل المطر أو يطلب منها إنزال المطر هذا حكمه شرك أكبر لأن نسبته إليها شرك في الربوبية وسؤالها شرك في الألوهية الدعاء شرك في الألوهية أما اعتقاد أن هي بتعمل شيء الخالق المدبر دي الربوبية توحيد الألوهية وتوحيد العبادة الدعاء أما الأشياء التي يفعلها الله وبيده فهذا شرك في الربوبية لأن هذا بأمر الله عز وجل لإنزال المطر لكن لو طلبنا منها يبقى شرك في الألوهية المهم حكمه شرك أكبر دي المهم الثاني يعتقد أن الله تعالى هو الذي يخلق المطر وينزله طيب وما لقى المشكلة بقى لكن يعتقد أن النجوم سبب في ذلك فينسب نزول المطر لها على أنها سبب نزوله يبقى يقول لي ربنا بنزل المطر أه بس النجوم هي اللي بتنزله كيف؟ هنا شرك ولكنه شرك أصغر ليه؟ لأنه نسب نعمة نعمة الله إلى غيره نعمة الله للمطر نسبها إلى غيره إلى النجوم فإن الله لم يجعل النوء سبباً لإنزال المطر والدليل على ما تقدم حديث زيد بن خالد الجهني يبقى الأول قبل أن نروح هنا نقول أنهما نعين شرك أكبر وشرك أصغر إذا نسب المطر إلى النجوم شرك أكبر إذا نسبها إلى الله ولكن أعتقد أن النجوم هي السرب فهنا شرك أصغر تمام؟ طيب الدليل على ما تقدم حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبعي بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة يعني ما ترنيزل يعني فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم خلي بالك هنا مفتوش ولكنهم لا يتجرؤون على الفتوى قال الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال بنوء كذا وكذا يعني مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب بالتحاور مع مجموعته أستنبط من هذا الحديث خمس فوائد نقول الفوائد أول حاجة لا يجوز الاستسقاء بالنجوم من نسب المطر إلى الكواكب فقد كفر من نسب المطر لله تعالى فهو مؤمن صحيح الإيمان عدم خوض الصحابة فيما لا يعلمون ويجب أن نقتدي بهم من ألف شوال قالوا الله ورسوله أعلم كذلك إحنا يبقى زيهم برضو ويجب أن نقتدي بهم في نقطتين تحت الياء نقتدي يجب نسبة النعم إلى المنعم وهو الله تعالى أهمية طرح السؤال لإثارة المتعلم قال لهم أتدرون ماذا قال ربكم هنا طرح السؤال لإثارة المتعلم عشان يتنشطه ويستقبل التعلم يمكن يقول لهم تعالوا ربنا سبحانه وتعالى قال كذا كذا لا قال لهم أتدرون انتباه استثارة جذب الانتباه وهذا من طرق التدريس التي يجب أن نتحلى بها كمعلمين لا يقول الاستثقاء بالنجوم بالنسبة المطر الكواكب فقد كفر بالنسبة المطر للي تعالى فهو مؤمن صحيح الإيمان عدم خوض الصحابة فيما لا يعلمون ويجب أن نقتدي هنا نقطتين تحت الياء نقتدي بس مش ميني يجب نسمة النعم إلى المنعم وهو الله تعالى أهمية طرح السؤال لإثارة المتعلم نسبة المطر إلى النجوم من التكذيب بآيات الله والجحد لنعمه لنعمه وفضله ورزقه لعباده جحود والجحد لنعمه وفضله ورزقه لعباده وقد أنقر الله تعالى على من ينسب المطر إلى الأنواع ووصفهم بأنهم مكذبون برزقه لما نسبوه لغيره ممن لا يملك لهم دفع ولا ضر فقال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون معنى الآية الكريمة وتجعلون رزقكم ننتبه عشان فيها سؤال يعني كيف نستدل باع على أنها فيها شرك وكف أي حظكم من شكر الله عليكم إذا أصابكم المطر والبركة والخير أنكم تكذبون وذلك بنسبة النعم لغير الله من الكواكب التي لا قدر لها على شيء دوتي تكذيب بآيات الله تجعلون رزقكم أي حظكم من شكر الله عليكم إذا أصابكم البطر والبركة والخير أنكم تكذبون بدل ما تشكره بتكذبوه وذلك بنسبة النعم لغير الله من الكواكب التي لا قدر لها على شيء وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا أذي رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا إلا ألو رحمة الله مؤمنين وإلا ألو نوء كذا كفة فنزلت الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني تكذبون بآيات الله ونعمه بعد أن رزقكم الله بالمطر فيجب أن تنسبوا المطر إلى الله ما يسن عند نزول المطر التعرض له أول نزول وكشف بعض البدن اللي يصيبه منه لأنه حديث وعهد بربه إذا لم يكن يتضرر بذلك لبرد أو نحوه يعني نحو يعني ينفعش مثلا واحدة تقف في الشرع وتكشف جسمها يبقى فيه ضرر من ناس تبص عليها كشف العورة فأمين لكن لو في حتة دارة في بيتها في الساحة بتاع البيت ومحد الشايف عادي كذلك الرجل يعني لو مش يسيبه برد أو يكشف مثلا جزء من جسم الناس يتضحك عليه في الشارع يعني مبقاش منظر محال خلاص لكن لو عادي خلاص يعني جزء بسيط فعن الناس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله وسلم مطر فحصر رسول الله صلى الله وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر يعني شمر شوية عشان المطر يجي على رجله يعني فكنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه تعالى قال الإمام النووي رحمه الله معنى حصر كشف أي كشف بعض بدنه قول الدعاء الوارد اللهم صيبا نافعا يكرر ذلك ثلاث مرات ومعنى اللهم اجعله مطرا نافعا الله أكبر الله أكبر الله أكبر قول الدعاء الوارد مترنا بفضل الله ورحمته وهذا شكر الله شكر لله تعالى على نعمه اعتراف بنعمته يبقى هنا مترنا بفضل الله ورحمته ليه هذا شكر لله تعالى على نعمته اعتراف له بأنه المنعم وحده لا شريك له ونفي الشرك عنه الدعاء بما تيصر عند نزول المطر تدعب ليه فإنه من مواضع إجابة الدعاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمتاني ما تردان يعني دعوتان الدعاء عند النداء وتحت نزول المطر يعني لأن نسمع النداء بعد ما نختم النداء نردد الدعاء ثم ندعو وكذلك عند نزول المطر يعني لا يرد الدعاء فيهما وكذلك عند الصائم إذا الصائم دعوة لا ترد تنقسم نسبة المطر إلى النجوم إلى قسمين في عندي نوعين سواء كده بس نردد الأزان ولي طيب نرقان الثاني القسم الأول يعتقد أن النجوم التي تنزل المطر شرك أصغر القسم الثاني يعتقد أن الله هو الذي يخلق المطر وينزله ولكن يعتقد أن النجوم سبب في نزوله هذا شرك أصغر شرك فيه واحد شرك أكبر وفيه واحد شرك أصغر يعتقد أن النجوم المفتوض يعني اللي هي التي تنزل المطر يعتقد أن النجوم التي تنزل المطر للشرك أكبر يعتقد أن الله هو الذي يخلق المطر وينزله ولكن يعتقد أن النجوم سبب في نزوله هذا شرك أصغر عندنا أسئلة جاهزة خلاص الأسئلة جاهزة مجايزة لكم لكن لا تبخلوش عليها بالدعاء واللايك والاشتراك في القناة ما معنى الاستسقاء بالأنواع طلب نزول المطر من النجوم أو نسبة المطر إليها إذا نزل طلب نزول المطر من النجوم أو نسبة المطر إليها إذا نزل السؤال السؤال الثاني ما أقسام نسبة المطر للأنواع والنجوم عندي قسمين الأول أن يعتقد أن النجوم هي التي تنزل المطر فأنثب ذلك لها على أنها هي الفاعلة أو يطلب من النجوم إنزال المطر حكمه شرك أكبر أنه الثاني أن يعتقد أن الله تعالى والذي يخلق المطر وينزله لكن يعتقد أن النجوم سبب في ذلك فينسب نزول المطر لها على أنها سبب في نزوله وحكمه شرك أصغر شكرا لك 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 السؤال الثالث ماذا يسن للمسلم فعله وقوله عند نزول المطر يشرع عند نزول المطر التعرض له أول نزوله وكشف بعض البدن ليصيبه منه لأنه حديث عهد برب إذا لم يتدرر ذلك لبرد أو نحو قول اللهم صيبا نافعا يكرر ذلك ثلاث مرات قول مطرنا بفضل الله ورحمته الدعاء بما تيسر عند نزول المطر فإنه من مواضع إجابة الدعاء التعرض له أول نزوله قول اللهم صيبا نافعا ثلاث مرات قول مطرنا بفضل الله ورحمته الدعاء بما تيسر عند نزول المطر لأنه من مواضع إجابة الدعاء اللهم كما جاء في الحديث سنتاني لا تردان عند نزول المطر وعند إجابة الدعاء عند تردد النداء وعند إجابة النداء يعني ما بتردد النداء اللي هو الأزان وعند المطر كيف نستدل بقوله تعالى أتجعلون رزقكم أنكم تكذبون على تحريم نسبة نزول المطر لغير الله تعالى أتجعلون أي حظكم من شكر الله عليكم إذا أصابكم المطر والبركة والخير أنكم تكذبون وذلك بنسبة النعم لغير الله من الكواكب التي ليس لها قدرة على شيء وهذا تكذيب آيات الله في الختام لا تنسونا من الدعاء والاشتراك في القناة واللايك وأرسل القناة للزملاء لابتداء كل المواد موجودة على القناة في قوائم التشغيل كل المواد حتى المهارات الحياتي نتواصل دراسات إسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته